السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأربعاء 11 أيلول سبتمبر القمر اليوم موجود في برج القوس ورحض الموجود في برج القوس لغاية الساعة 2.37 دقيقة من فجر يوم الغد الخميس لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجدي القمر الآن موجود في منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 2.33 دقيقة من فجر اليوم الأربعاء بتوقيت جرانيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة القمر اليوم بما أنه موجود في برج القوس معناته اليوم منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط طبعا جميع الأبراج ومنلتقي بأناس أكثر سعادة نتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية وبيتحول تفكيرنا إلى عالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازات وممارسة الرياضة والخروج في نزهات ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للأعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربية سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل هاي زاوية رح تكون ذروتها الساعة 12 ودقيقتين بعد منتصف الليل إذن تأثيراتها من موعد بث الحلقة وحتى ساعات الصباح من واجه مصاعب عراقي اللي بتطلب منا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض لشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيل جولة الهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة من كون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة ستة وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينج بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وست دقائق صباحا بتوقيت جرينج يجب توخي الحذر ممن يحاول واستغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وممكن نقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متهيقضين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمة بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لعلها ولكن مراجعات طبية إذا شعرنا بشيء غير اعتيادي أو أخذ علاجات أو فحصات مثل تنظير أو غيره ما في أي مشكلة عندنا الكبد والعاجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية بالنسبة لباقي عضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه في برج القوس خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد الخميس بيبدأ الساعة 12 و 20 دقيقة بعد منتصف الليل وبيستمر حتى تمام الساعة 2 و 37 دقيقة فجر الخميس بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم المربع عمره 9 أيام الساعة 10 و 55 دقيقة صباحا بصير نبدأ باليوم العاشر نسبة الإضاءة 56 في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم 22 تسعة منتحس بنسبة 60 في المية الآن ساعة الفجر منتحس بنسبة 90 في المية ساعة الظهر منتحس بنسبة 60 في المية أما ساعة المساء منتحس بنسبة 40 في المية القمر في القوس حتى يوم 12 تسعة منتحس بنسبة 25% الآن ساعة الصباح منتحس بنسبة 50% ساعة الظهر منتحس بنسبة 60% أما ساعة المساء منتحس بنسبة 40% عطارد في العذراء حتى يوم 26 تسعة سعيد بنسبة 10% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 تسعة سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثاور بيتراجح حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجح حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 12-10 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهديد الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك التحلي بالليوني والتفكير الموضوعي برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء طبعا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن بما أن القمر موجود مقابلكم تماما فتعتبر هاي فترة فيها بعض السلبية وضاغطة طاقتكم بتكون ضعيفة ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة وحاول أنك تبعد عن المشاكل ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم وكونوا منظمين وأحسنوا دارة أعمالكم وحاضروا من الجدال مع زملائكم بالعمل وما تهملوا صحتكم وحاول أنك ما تأجل ولا تماطل أعمالك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا وتعتبر فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط فلا تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وحاول أنك تستغلها في تصحيح الأخطاء أو المصالحات بالنسبة لما وليد برج العذرة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خلال هذا اليوم وبتجدوا نوع من أنواع التعاون مع أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة أو ممكن تظهر مشاكل شخصية أهم جنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة لأن الأجواء عدائية ومتوترة وحاول أنك تراعي وضعك الصحي برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان ابتشتاد اليوم رغبتكم في السفر والاتصالات وهو يعتبر هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان ولكن لا تعتمدوا كثير على الحضوظ بإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار وبتدعمك الحضوظ وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وتلفت النظر الأجواء اللطيفة وممكن يحمل لك هذا اليوم لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات امتنعوا عن أي مشتريات غير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك ولكن بدك تكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات تعتبر فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط خلال هذا اليوم حاولوا انكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحليف الحكمة وواقعية في حل بعض الأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدى وطيرتك لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم مش إنك ما تحسم أمر لأنها فترة سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها حاول أنك تعمل بشكل روتيني لغاية الغد وحاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحققوا أمنية بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة وممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخفض ضغوطه بيطمئن بالك برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهميش إنك تهدئ من روعك وما تنفعل واتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجهزفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر